أكثر من شهرين على اندلاع الصراع المسلح في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ولا حلول تروح بالأفق لوقف القتال الذي أدخل السودان إلى نفق ربما لن يخرج منه لعدة سنوات مقبلة وكما هي عادة المبادرات الإقليمية والدولية التي لم تجد نفعا في أي صراع لم تقدم مبادرة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا إيغاد حلولا تقنع حكومة السودان بحل جذري وشامل مبادرة إيغاد كانت برعاية كينية واعتمدت مبدأ النهج المتدرج لحل المشكلة في السودان من خلال بدء أعملية سياسية متكاملة تهدف لإحلال سلام مستدام وانتقال سلمي ديمقراطي وحكم مدني تستضيفها كينيا في النصف الأول من شهر تموز المقبل أو الأسبوع الأول من آبن القادم المبادرة الكينية تضمنت كذلك لاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه الدول المجاورة المتأثرة بالنزاع واستكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة بمشاركة جميع الأطراف السودانية وتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد الحكومة السودانية رفضت هذه المبادرة واعتبرتها تحديا واضحا للسودان وانتهاكا لسيادته حيث ترى أن كينيا دولة غير محايدة وتأوي قيادات من قوات الدعم السريعة ولرئيسها علاقات ومصالح مع قائدها حميتي مراقبون يرون أن الدور الإفريقي ليس فاعلا بما فيه الكفاية في الملف السوداني ويرجع ذلك إلى تدخل الأطراف الدولية ولا سيما الغربية بالقرارات الأفريقية وانقسام رؤية هذه الدول للسودان وفق مصالحها